طيب تعال بقى نروح لماتشي النهاردة وبطبيعة الحال يعني المنافسة هتكون على أشدها على الصدارة هم فارقين يعني ترامد فارق عننا ببط واحد بس وهم بس هم لعبين مباراة كمان أزياد فبرضو توقعاتك ايه بالنسبة لماتشي النهاردة بصة هي مباراة صعبة محطة من المحطات القوية في بطولة الدوري بيبقى فيه دايما خلال الدوري كده فيه محطات بتبقى صعبة وبتأثر على المشوار بعد كده الصعبة جاية من قوة الخصم من قوة لان دايما فيه مش عايزة أقول حساسية دايما لقاءات ترامدس مع النادي الأهلي لها خصوصية تعالى نسميها في ناس بتبقاعدة كده عينها بتروح لأمور معينة وفي بعض الأحيان ريأكشينات معينة للعيبة معينة احنا طبعا مش يعني احنا نتكلم بصراحة من أول ما برامدس طبعا كان وافد جديد على بطولة الدوري بيضم أسماء كبيرة متشاطه دايما بتبقى حساسها مع النادي الأهلي وخصوان في الفترة الأكيرة كان حصل لعيبة من النادي الأهلي ولعيبة كبار ونجوم راحوا برامدس وحصل بموجة بجدل بالزبط كده حصل كلامه هات وخدوة كده برامد بيضم عناصر كبيرة نتيجة الإمكانيات الكويسة بتاعت النادي فبيضم عناصر محلية قوية ومحترفين بيجيبهم على مستوى عالي دايما بيجيب مدربين متميزين وآخرهم طبعا إهاب جلال من المدربين المحترمين جدا في بطولة الدوري عامل نتاج كويسة في الأندية الرحة الموتشاط دايما بتبقى من هنا بتاخد طبع الحساسية شوية والقوة طب ده ما يم بيشكلش ضغط الماء على اللعيبة ما بيشكلش أو ما بيخلهمش متحفزين زيادة أو متربسين زيادة يعني فيه مصري بيقالها كيف تنعكسات عليهم طبعا لأنهم عارفين أهمية المباراة وأهمية المكسب على تحديدا فرقة برامد سيبك بقى من الوضع اللي احنا فيه حاليا دلوقتي إن يمكن برامد السين اللي فات ما كانتش في المنافسة قوي يعني بيخش ضمن المربع الزهر الموسم ده بديئين كويس عاملين مستويات كويسة على المستوى المحلي والمستوى الكونفيدرالية ماشيين كويس فيها فمن هنا بيكمن بقى صعوبة المباراة ونفسة محلية وقرية كمان اللي هم ماشيين كويس في الكونفيدرالية والأهلي ماشي زي الكون برضو دوري الأبطال طبعا عندهم كريم طموح كمان لأن فرقة بالإمكانيات الكبيرة دي وباللعيبة الخبرات اللعيبة التقيلة لعيبة مصنفة بعرقام كبيرة فكل ده الناس بتعتب عليهم يعني طبع انتوا ناقسكوا ايه عشان تجيبوا بطولة طبعا ناقسكوا الجمهور طبعا فيه أكتر من نادي في مصر في الأول الأخيرة من غير جماهير مش نادي جماهيري أو شعبي فانتوا ناقسكوا ايه عشان تجيبوا بطولة فهم بيطمحوا للبطولة سواء على مستوى المحلي أو الإفريقي صعوبة المباراة كمان النهاردة أن هي بين مباريات إفريقيا يعني انت لسه لاعب مباراة المريخ وثلاثة يام وبتلعب النهاردة ان شاء الله بيراميدز وبعد كده مسافر النهاردة بالليل عشان تروح تلعب مع سانداونز المنافس التقليدي معاك في إفريقيا ولنا كلام في الموضوع ده كتير